بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلى على محمد ولمحمد نبدأ المحاضرة الأولى في مادة الأحتمالية Probability Fundamentals of Probability Motors يعني أساسيات الموديلات الأحتمالية نحن لو نجي ناخذ المثال الأول 2-1 A contractor is planning the acquisitions of construction equipment يعني أحد المقاولين مصمم لاكتساب أو لأخذ أو للفائدة من المعدات الإنشائية يعني كأنما كل منشأ يبنى ويكمل بناءه توقع به أشياء زائدة من هذه المعدات فهذا المقاول يريد ياخذ هذه يشتريها إلى عند مشروع خاص به فلازم يدرس هاي الحال including bulldozers إذن منعد هذه المعدات هو البلدوزر فوليد يقتني من هذا البلدوزر needed for a new project in a remote area إذن يحتاج هاي البلدوزر أو هاي المعدات البلدوزر يدرس مشروع جديد في منطقة بعيدة إذن من أشياء زائدة من أشياء زائدة من أشياء زائدة من البلدوزر طبعاً هو عنده تجربة وخبرة بمشابه لهذه البلدوزرات he estimates that there is a 50% chance that each bulldozer can remind operational for at least 6 months إذن هو عنده خبرة سابقة مشابهة ومخمن إنه يوجد تقريباً 50% كنسبة احتمال فرصة لهذا البلدوزر أن تبقى على الأقل 6 أشهر إذن أدى نسبة ماوية احتمال تبقى هذه البلدوزرات بعد 6 أشهر على الأقل 6 أشهر نسبة 50% if he purchased the three bulldozers for a new project هو نوع أن يشتري ثلاث بلدوزرات لمشروعه الجديد what is the probability that there will be only one bulldozer left operational after 6 months into the project إذن السؤال اللي يسألنا يقول ما هو احتمال أن يوجد الأقل واحد بلدوزر يشتغل بعد 6 أشهر من هذا بش راح نفديه احنا الموضوع مالتنا بين هو المقاوي يريد يشتري ثلاث بلدوزرات هذا البلدوزرات الثلاثة الواحد من أدهم هو عده خفرة وقال احتمال 50% من أدهم لن يشترن بعد 6 أشهر يقول يا أبت قد الاحتمال واحد من هاي البلدوزرات يبقى يشتغل بعد 6 أشهر أول شابة لازم نعينها هو فضاء العين يعني فضاء هذا التجربة وهذا السؤال احنا عدنا كم بلدوزر عدنا ثلاثة ذن الثلاثة لو صفر يشتغل بعد 6 أشهر أو يشتغل بس واحد أو يشتغل ثنين أو يشتغل ثلاثة ما عدنا غير هذا إذن عدنا أما صفر أو واحد أو ثنين أو ثلاثة لذلك هو شو يقول The number possible number of operating bulldozers will be 0, 1, 2, or 3 إذن معناها عدنا هاي فضاء العينة كم أنصر بيها 4 أما صفر لكل واحد طبعا يجي يقول يابا احنا الاحتمالات الموجودة أما O, 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 O All three bulldozers are operational أما ثلاثة هم شنو أني يشتغلون الأول والثاني والثالث الاحتمال أول أو الاحتمال أو احتمال أو احتمال يعني first and second bulldozers are operational whereas the third one is non-operational أو احتمال كم نقول الأول والثاني يشتغل والثالث شيء ميشتغل أو O, O, N, N يعني الأول يشتغل الثاني والثالث ميشتغل أو N, N, N All three bulldozers are non-operational أو احتمال N, O, O يعني الأول ميشتغل ولكن الثاني والثالث ميشتغل O, N, N, O O, O, N, O أو N, O, N هاي كل الفضاء طبعا لما نجي مثل هذا الرمض شو المعنى الأول يشتغل الثاني ما يشتغل الثالث يشتغل وهكذا إذن صارش قد عدد فضاء العينة واحد ثنيا ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية إذن عدد فضاء العينة قد عدد ثمانية الثاني شريد هو يريد واحد يشتغل يقول what is the probability that there will be only one بلدوزر إذن فقط واحد شريد بي O بس واحد one بلدوزر left operational after ستة months into the project which نباوع لهذا الفضاء العينة مالك ثم واحد بي فقط N هذا واحد O O العفو only one بلدوزر operational الريد فقط ب واحد وهذا عدنا B O فقط هذا واحد O B واحد وهذا واحد هذا الثاني يعني هذا رقم واحد وعدنا هذا الثاني وهذا الثالث في فقط O واحد يعني واحد علاقة إذن كم واحد صار عدنا ثلاثة نجين أي هم الكتن نفتح التأشير نعم عفوا فنجي عدنا هذا رقم واحد هذا بس واحد وعدنا هذا الثاني بس واحد O operational وهذا الثالث إذن صار عدنا جد عيني ثلاثة ثلاثة احتمالات العدد الكل إذن احتمال يشتغل واحد هو ثلاثة على ثمانية ليش ثلاثة لأن الثلاثة يحقق الشرط عدنا وفضاء العين وكل هو ثمانية ومضح هذه المسألة بالصفحة البعض شو يقول صحيح عدنا شنو يعني قاعد يقول O N N أو N O N أو N N O ويكون الاحتمال الموجود أدنى هو ثلاثة على ثمانية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لك وبركاته